طيب إيه مواصفات الحكم الكويس؟ مش هنقول مثلا إنه سوبر لا الحكم الكويس اللي يحكم مثلا هنقول دوري شركات أو دوري درجة فيها طبعا عندنا درجات الدرجة الرابعة والتالتة والتانية والأولى دوري شركات إيه المواصفات اللي هن تكون في الحكم؟ المواصفات إنه هو يكون ما بيخافش أنا مش عارف أقولها لك إزاي قسا كلمة شجاع دي أنت ممكن تبقى شجاع في حاجات كتير لكن أنا بقول إيه ما بيخافش ما بينضغتش عليه لا استنى هنا طبعا ما يخافش أو ما ينضغتش انضغت عليه من مين؟ ينضغت عليه من كل حاجة من اللاعبين اللي في الملعب من الأجهزة الفنية من الجمهور اللي برا من المسؤولين من الإعلام كل دي وسائل ضغوط مسؤولين زي مين؟ مسؤولين عنه هو يعني في اللاجل الحكم آه من اللي بيحمي الحكم أصلا من اللي بيحميه؟ هو طبعا يفترض من اللي بيحمي الحكم اتحاد الكورة اتحاد الكورة هو بيته وهو اتحاد الكرة ده المسؤولين عن التحكيم في اتحاد الكرة هي لجنة الحكام فالطبيعي اللي يحافظ على الحكم ويحميه ويقف جنبه ويبقى هو بالنسباله السند زي بالزبط كده لما هقولك مثلا الاندية مين بيحمل لعبة الكرة كل نادي بيحمل لعبته لما لعب حتى بيغلط وبيتعاقب النادي بيروح يستأنف وبيحاول ان هو يلغي العقوبة طيب الحكم بقى ما من لهش حد غير اتحاد الكرة ولجنته ولازم يكونوا مؤمنين بانه هم الاب والام والعيلة للحكم